توتر أمني وتصعيد أمريكي بضربات متعددة ضد الميليشيات المدعومة من إيران يسير باتجاه مرحلة جديدة لتصفية حسابات خارجية وداخلية معظمها يتم على أرض العراق الذي يعاني أصلاً من انهيارات أمنية واقتصادية وانتهاكات لسيادته في ظل حكومة ضعيفة تحركها إيران من خلال أذرعها الميليشيوية بتوجيهات إيرانية لميليشيا الحجد ظهرت مجموعة تطلق على نفسها المقاومة الإسلامية في العراق والتي تشكلت من ميليشيا حزب الله والنجباء وكتائب سيد الشهداء وغيرهم قالت بأنها ستقوم بعمليات انتقامية ضد الأمريكيين في العراق وسوريا بعدما تأكد لديها دعمهم للقوات الإسرائيلية وفقاً لبيان باسمهم أعلنوا فيه مهاجمة قاعدة عين الأسد القصف الأمريكي على مواقع لميليشيات الحجد وقتل قياديين فيها كان يهدف إلى شل قدرة الميليشيات على استهداف القواعد الأمريكية بحسب تصريحات واشنطن التي أكدت أنها ماضية بخطوات تصعيدية أكبر في إشارة إلى سياسة جديدة في التعامل مع الميليشيات في العراق إلا أنها لا تسعى إلى إنهاء وجود تلك الميليشيات التي صنعت بأياد أمريكية إيرانية مراقبون يرون أن واشنطن تريد الاحتفاظ بالميليشيات لنشر الفوضى في المنطقة وما الضربات الأخيرة سوى عملية لتقليم أظافر الميليشيات التي تحاول أن تظهر بصورة المقاومة للاحتلال الذي جاء بهم أصلاً بتنفيذ عمليات هنا وهناك لإقناع الشعوب بأنهم محور المقاومة المزعوم وأنهم يسعون لنصرات الشعب الفلسطيني في طوفان الأقصى فيما كانت الحكومات المتعاقبة والميليشيات المدعومة من إيران تقتل الفلسطينيين المقيمين في العراق وتعتقل وتعدم من يقاتل المحتلين الموت الموت لأمريكا جلسة البرلمان التي عقدت للتصويت على إخراج القوات الأمريكية من العراق شهدت فوضى وتبادلاً للاتهامات بين النواب فمن أصل 329 نائباً حضر 82 منهم فقط فيما غاب عنها عدد كبير من نواب كتل سياسية من بينها الإطار التنسيقي في إشارة واضحة تماماً إلى أن شعارات المقاومة هي للترويج الإعلامي فقط ومحاولة لتلميع صورة الميليشيات التي تدعي الوقوف مع طوفان الأقصى وهذا ما أكده رئيس الجمهورية الحالي عبداللطيف رشيد من أن الاحتكاكات والتحركات الموجهة من الفصائل المسلحة ضد الأمريكيين لم تقدم أي شيء للشعب الفلسطيني ولم تؤثر على مجريات الأحداث في غزة